سمع مني لليوم مع الصحافة الصديق الناشط سمير سكاف أهلا وصهلا فيك أستاذ سكاف صباح الخير صباح النور ما ما عرف عم تسمع معنا هالمحطات الاقتصادية المرة اللي قطعت علينا واللي عم نجرب نكون متأملين أنه ما يكون عندنا هيدا السقوط الحر من بعد العام الجديد معك رح نقطع محطات كمان بيرزي بالـ 2020 بيرزي وعلمات ويمكن في منها لازم ما بعرف نستثمرها وفي منها لازم تركها ورانا صحيح خليني بلش أقول أنه كل الوعود أنه لـ 2021 فيه رح أجيب خير ورح أجيب أمل هي وعود كاذبة كل أمل منعطيه لللبنانيين هو وعد كاذب هو أمل كاذب الوضع بالـ 2021 هو كارثة هو سيء هو أسود ولكن عم بقول عم بعمل كلها المؤدمة لأقول أنه هيدا قصة أنه ننتظر أنه توقعات المنجمين ومرات حتى الاقتصاديين والمصرفيين والسياسيين أنه الإشياء رح بتكون منيحة هيدا كله كذب صحيح إذا لقيته محاسا هلأ إنما يلي نحن فينا نعمله هو أنه 2021 ممكن تكون منيحة إذا اللبناني أخدوا أرار الخيار أنه نحن التوقعات هي أرار بإيد اللبنانيين اللبنانيين قدرين يعملوا سنة 2021 منيحة أو مش منيحة قدرين يغيروا مصار يلي مفروض عليهم اليوم من أبالي ست العصر الجديد يلي وصلونا لجهنم القرار بإيد اللبنانيين ما يصدقوا لمنجم عم بيقولهم أنه عنا صيف وعد ولا فيه مصار يمدري من وين بد أن تتجي كله هذه وعود كاذبة يعني عم نحط لبنانيين منقلهم والله عندكم والله الربيع راح بيكون منيحة الصيف راح بيكون من وين ما كل حنفيات المساعدات المالية المدخيل المالية مسكرة فإذا نحن الخيار بإيدنا والأرار بإيدنا كلبنانيين أنه نعمل عبكرة أحسن نحن من شأن هيك عم نقلهم إذا أخدوا أرار التغيير لبنان بيتغير أما أنه نحن مثلا يعني حتى يعني إذا بدي أقول على الطريقة الإسلامية أنه لا يغير الله بقوما ما لم يغيروا بأنفسهم وإذا بدي أقول على الطريقة المسيحية بدي أقول لهم يسوع طلب أحطوا كل يلي عندكم مش خبزي وسامكي قالوا نحط كل يلي عندكم طلعوا خبزتين وثلاث سامكات ممكن ساعتا نساعد ربنا يعمل عجيبة أما نحن نقول نقعد أنه خلص ربنا بده يعمل عجيبة هايدي ما رح بتصير نعم المحطات البرزة سيس كاف يلي يلي لازم نخليها ورانا أو نبني عليها كيف نقدر نقيمها بال2020 نحن حطينا أنه فيه كذا كارسي حصلوا معنا بال2020 يعني ابتداءا الشغل الوحيد نحن كل شي توقعنا كل شي بس هيدا بالأرقام والحسابات توقعنا لو الشغل الوحيد الما كان حدا شايفه هي قصة أنه يصير تفجير المرفأ وبرجع دايما بأكد أنه تفجير مش انفجار يعني في حدا عمله في حدا مسؤول عنه هيدا ما كان حدا شايفه أما أنه نحن حذرنا أنا حذرت على حذرت معظم الأخبار التليفزيونيات أنه الاحطيات بمصرف لبنان أقل بكتير مما عم بينقال وهي من أول السنة وحكينا نحن بهذا الموضوع أنه من أول السنة من أول العشرين عشرين إلنا نحن أنه احطيات مصرف لبنان اللي عم بيعطونا الأرقام هي أرقام كذب وأنه نحن رايحين على الانهيار وأنه ما راح فينا نوقفه نحن مكملين هيك حتى بوقتها معظم الأخبار ما استرجوا يحطوا الخبر قالوا لي شو بدك تخرجوا بالبلد طيب يا خيب أخبار المنجمين منحطها ومنقول هاي بدأت تصير منيحة وهذه لا والأخبار اللي عنا إياها جدية مبنية على أرقام ما استرجينا أنه نحطها وقالت لقلت أنا على إحدى المحطات أنه الدولار صاير عشر تلاف من أول السنة كمان نفس الشيء بيتصل فيه إعلاميين وسياسيين كذا أنه سمير ليش عم بتخوف الشعب أنت وليش عم بتخوف الناس أنه مين قال كان وقت الدولار ب1700 أنه نحن طيب ما هو نبين أنه رايحين على الانهيار وسألت سؤال بوقته واليوم برجعها بقوله حدا يقلنا شو الضوابط ما يصير الدولار اليوم بمئة ألف بمئتان ألف بمليون معنات أنه نحن رايحين إذا بقينا هكي رايحين على الأرقام خيالية وهيدا الشيء منه تنجيم أنت وقت ما بيكون عندك أحطيات وقت ما بيكون عندك مدخيل وقت ما بيكون عندك دولار جاي شيء طبيعي على العرض والطلب أنه الدولار يطلع خاصة إذا استمر كمان أي كاش دولار موجود بالسوق بيطلع على سوريا مثلا فنحن من وين بدنا نجيب أسعار واطية هذه الأسعار الواطية راح ترتفع أكيد بشكل كارثي تباعا لارتفاع سعر الدولار نفس الشيء اليوم أنت وقت بيوصل هلأ عندنا أزمة مثلا الدولار الجامعي يلي كمان حطينا كتبت مقال أنا أنه انتبهوا المدارس راح تفلس الجامعات راح تفلس المستشفيات راح تفلس هادي اليوم يمكن صار كله حديث بس وقت كنا عم نحكي عنهم ما كان حدا عم يحكي عنهم وكان وقت عم يعتبروا أنه هاي دي نظرة تشاؤمية بوقت نحن عم نرأ أرقام طبعا اليوم نفس الشيء اليوم وقتل أنت بتقولي عندك هالأزمة التربوية الكارثية اليوم يلي مع قصة رفع السعر الدولار لتلات تلف وتسعمية بالجامعات الأهالي شو بدون يعملون وقتل نحن إذا قلنا أنه بدي يصير مقاسي بالجامعات وبالمدارس هذا ما أنه تنجيم هذا مبني اليوم على أحداث صارت وقتل منكون نحن وأنا مارت الماضي وأنا وعندي كون قلتلك بكرة بدي يصير شيء ونزلنا نهارة على ألفة وتاتش تاني نهار ونحن راح نتابع راح نصعد بعد العيد بهذا الموضوع ما بيصير ما أنت وقتل عم تسرقي الناس وقتل خط الناس التشريج عم يدفعوه كل 15 كم يوم كل شهر الناس عم تدفع ما أكيد أنت عم بتزلية للناس وقتل بيروح الواحد على البونك ما بيقدر يسحب دولار من مصرياته ما نحن عم نزل للناس هذي وقتل نحن عم نقول أنه فيه كوارث اجتماعي جاي ما هذا مبني على هذا الأرقام وقتل المبارح وعندك سلامات كتير من دبي من فرنسا من اللي عم بيتابعوكي وين مكان واللي عم يطلبوا كمان أنه حتى التلفزيون الجديد يكون موجود بالخارج معهم لأنه فيه صعوبة عم يتياخدوا الجديد برا هوني نحن عم نجي نحكي مع هذي الناس اللي إجت حطت مصرياتها بلبنان ومبارح كانوا عم بيحملون هيها أنه نحن نحن شقينا برا وتعبنا برا وحطينا مصرياتنا بلبنوكي واليوم نجي ممنقدر نحصل على فرنك من مصرياتنا هذي الكوارث اليومية الهجرة الشباب يلي كمان نحن قلنا أنه إذا بقيت هيكي رايحين على الكارسي كنت من أول الناس يلي كتبت عشر خمسة عشر ما قال استعملت كلمة أنه لبنان تيتانيك اليوم أوكي بعد سنة حتى شافوا أنه لبنان تيتانيك ما نحن هول قصص برجع بقول منا تنجيم ما كنا نحن عم نحكي عن تنجيم نحن عم نحكي عن وقائع وعم نقول رح بتصير وهلأ عم بقلك بعدنا على تيتانيك وأكلناها إمبلة هيروشيما وعندنا الكورونا يلي هي ركعت العالم كله ولكن أنا من هلأ عم قلك إذا بقينا حتى بإدارة الكورونا هاك رايحين على الخمسة تلاف إصابة بالنهار يعني شو اللي بيمنع الموضوع يعني أنا بعرف كتير مطارح هون قريبة من وسط بيروت وبعرف كيف الكساف فيها إذا رحنا صوب المخيمات منشوف المخيمات الفلسطينية منشوف الكساف فيها إذا رحنا صوب مطارح فيها مخيمات سورية منشوف الكساف فيها إذا نحنا ما عالجنا قصة إنه سوريين يرجعوا على بلادهم طبعا رح منروح على كوارث اجتماعية مثل اللي شفناه ببحنينه للأسف وطبعا كل تحرك عنصري مرفوض ولكن نحنا عم نشوف إنه إذا كان في لبنانية عم ينضروا هود اللبنانية مرات عم يتصرفوا بشكل كمان من وجعهم مرات عم يرتكبوا أغلاط لأنه الموجوعين بشكل كتير كبير إذا نحنا قلنا إنه نحنا رح بيصير عنف وأنا من هلأ بقلك إنه سنة 2021 رح بيكون في عنف كتير لكن مش حرب لأنه ما حدا معه يبول حرب يعني ما حدا معه مصار يجيب أزيف ودبابات والآخرية يعني ما شرح بيصير حرب لكن يلي ممكن يصير هو فوضى أمنية نحنا عم نحكي عن تشليح الطرقات عم نحكي عن سرقات عم نحكي عن إزدياد العمليات التشليح وغيره فإذا مش لأنه نحنا عم نبشر أو نحنا متشائمين الجيش اللبناني الله يساعده ولكن ما عم بيقدر يضبط مثل ما عم نشوف هلأ بعلبك مش مضبوط الأمن طبعها الهرمل مش مضبوط الأمن طبعنا هلأ عن جديد زحلة مش مضبوط الأمن طبعها أوكي في قصص إرهاب ومأرهاب قادرين يضبطوا بشكل كبير وكتر خيره الجيش اللبناني ولكن عندنا كتير مشاكل وقت الجيش اللبناني كمان قاعد يحمي السلطة يخي خلوا الشعب يغير السلطة وقت الحزب الله نحنا منحذره ومن هلأ عم بقول لهم أنا ومش كمان تنجيم إذا قلنلوا الحزب الله مش رح فيك تحمي شعبك مش رح فيه عم بحكي ميليا أوكي يمكن هو يعمل توازن رعب بقصة الصواريخ لكن ميليا واقتصاديا ما رح فيه يحمي كل شعبه مش مضبوط مش كل الناس بتقبض من الحزب مش كل جمهوره بيقبض من الحزب يعني ما فيك أنت تحميهم بالأزمة المالية والاقتصادية يعني هون كمان نحن عنا زيادة عن كل الكوارس يلي نحن رايحين عليها رايحين على مطارح الناس ما رح فيها تقدر تفوت على المستشفى ما عم فيها تشتري دواء ما عم بتلاقي مرات إدوية يعني نحن كل هايدي المواضيع وكل هاودي القصص كله نحكينا عنهم بالفترة السابقة ونحن شايفين أنه إذا استمرنا هيك رايحين على كارثي أكتر الكذب الكبير ويلي حكيته عندك أنا قبل بمرة عن نظام بونزي ويلي كانت عم تحكي عنه محاصن من شوية صغيرة شو يعني هايدي قصة أنه منقلكم أنه بكرة منجيب من الدعم عندي كحكيت أنا أنه نحن ما فيشي اسمه دعم كذب الكبيري هاي منسمينا دعم ما هو مصرياتكم باقي 15% من مصرياتكم عم بيستعملوا هال 15% من مصرياتكم لحتى يدعموا فيها يعني فعليا هني عم يسرقوا ما تبقى من أمواتهم طيب كيف أنه يعني وقتل إلا نحن أنه فيه مصاري تحولت لبرة بالأول كان يقولوا لا ما فيه مصاري تحولت لبرة ونحن ما معنى خبر ما معنى هلأ كيف رشعر عملوا هلأ إصدارات وتعانيم أنه حتى يرجع قسم من رؤوس الأموال من برة يعني معناتها قادرين يعملوها كل هذا الكذب يلي عم يمارس على اللبنانيين من السياسيين هلأ أنا بقلك بالتوقعات وكل الناس اليوم صارت شي فتا التحقيق بتحقيق جريمة المرفأ ما بيوصل لولا مطرح إذا دلوا المكملين بهذه الطريقة لأنه أكيد رايحين لحتى يخفوا الحقيقة أو بيطلعوا شي كمش محرقة مثل ما عم بيجربوا يعملوا بوقت كل المسؤولين ممكن يطلعوا برات اللعبة لأنه هذا الأسلوب إذا التغيير هو تغيير طبقة سياسية بالأساس إذا اللبنانيين قرروا يغيروا الطبقة السياسية إن كان بانتخابات نيابية مبكرة بشكل دستوري أو بالعنف لأنه شو عم يتركوا لللبنانيين خيرات ساعتها اللبنانيين قدرين يغيروا يعني نعم اللي عم بتقوله هلأ التوقعات ما بعد العام الجديد عم بحكي عن النشاط على الأرض عم بحكي عن الناس اللي خلص رح توصل إلى لمس هالكارثة اللي رحنا وصينا عليها هو بالتحرك الشعبي هل هناك من خطط للمواجهة طبعا نحنا رح نحذرهم رح نحذرهم إنه نحنا رح نصعد بمطالب بس بمطالب محددة يعني رح نكون على مطارح يعني ألف وتاتش ما رح نريحهم إلا إذا كان وقفوا خط التشريج إلا إذا وقفوا الفوترة بالدولار لأنه في ناس كتيرهم بيقولوا لي ما هني بيقبضوا باللبناني بس الفاتورة بتجي بالدولار ومندفع ما يعادلة باللبناني يعني إذا أنت عندك أنت موطن حسابك بياخدوا من الدولار ما بياخدوا من اللبناني إذن الدقيقة مندفعها نحنا دقيقة والثاني مندفعها دقيقة بوقت نحنا كسر الدقيقة يعني السواني لازم ندفعها السواني بعدين هيده فخ الإنترنت خلص خلصة الباقة شو صغيري بيفتحولك باقة جديدة وبيزيدوا الأسعار بشكل خيالي يلي أنا صارت معي شخصيا يعني أنت 5 دولار 5 جيجا بتدفع علي 5 دولار تصرفي 4 جيجا ونص تجيك 330 دولار زيادة هاودي هاي الفخ الإنترنت اللي عم بيصير مع الناس ويلي كل الناس عم توقع فيها هاودي اللي بيكون عندهم شوية شغل على الإنترنت على التليفون هاو كل القصص لازم توقف أكتر من هيك بقلهم أنه نحنا بدنا نحذر كمان أجاره إذا الإنترنت للتليميز حتى يشتغلوا أونلاين ما كانت بلاش ما رح نخليهم يرتاحوا ما حدا يقول بعدين نحنا وأنا عم حذر حتى ما بعدين يجي يقولون أنتوا مخترتوا العنف أو أنتوا خترتوا الشغب لا نحنا ما بدنا لا عنف ولا شغب وبدنا كل شي يكون سلام ونحنا منعرف أنه كل مصلحة عامة هي مصلحة كل واحد مننا هاي دي ملك كل واحد مننا ولكن ما رح نخليهم يرتاحوا لا الوزير ولا الحكومة ولا أي لجنة نيابية إذا كان حقوق الناس ما رح توصلها يعني بدنا نحنا نوصل لحقوق الناس قدرين نوصل لكذا الشغلة إذا مش قدرين نحل كل المشاكل قدرين نوصل لكذا الشغلة وحد منهم من الأشياء اللي نحنا عم نعندهم وفي غيرهم كتير اليوم نحنا إذا ما أمننا فيه وعندنا خطط ونحنا متفقين سوا إذا الله بريد نحكي عن الخطط بمرحلة تانية لكن هلأ بالعنى عن المدى المتوسط وقتنا نحنا الناس اللي بتطواء بالعالية معها بالقلب ما معها بالقلب بتطلع على الخامس طابق وسادس طابق بدأت تطلع على الدرج لأنه قاطعين للكهرباء وما فيهم يحطوا كهرباء على الاشتراك للأسونسيرات كل هذه القصص الصغيرة اليومية يلي كلها بتزل الناس كلها بتزل الناس ناطرين هني شو من الناس إنه إخر شي ما تتحركوا وخلوكم يعادين أنتوا لازم أنا مع السلام ومع الخيارات السلمية ومن الأساس مع السورة السلمية كنت ومازلت ومؤمن بالسورة السلمية لكن وصلونا لمطارح إنه نحن عم نحكي منحكي 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 مننزل على الأرض منشتغل مننعتصم منروح منأضرب من كذا إخرشين هني ولا كأنه سير شي هيدا الولا كأنه سير شي بدون يدفعوا حق بدون يدفعوا حق السورة ما رح تخليوني يرتاحوا ما يقولوا بعدين ايه نكسر حجر هون ونكسر إزاز هون وكذا نحن عم نطالب بمطالب واضحة وصريحة ومحقة يعني هيدا الشعب الفقير الشعب العادي إنه لازم يقدر يحصل على أمواله وفيه كتير حلول هلا مش وقت إنه نطرح كل الحلول لكن فيه كتير حلول إنه نجيب فريش دولار فيه حلول إنه نقدر نحل الطبقة السياسية فيه حلول إنه نحل الكهرباء فيه حلول إنه نحل الزبالي فيه حلول عنا حلول واضحة وقدرين نقدر ننفذها لكن ما هيدا الطبقة السياسية ما عندنا قدرة نعمل يعادة نفسها تغير يلي أفسدته صحيح 30 سنة هني عم يفسدوا عم يفسدوا الموضوع كيف أنتم متوقعين إنه نحنا نصدقكم بيقولولنا مثلا وهيدي سمعناها كتير إنه كيف بدنا نحنا نوسق فيكم ما نحنا مش مجاربينكم أنا بدي رد عليهم السؤال بدنا كيف ننوسق فيكم ما نحنا مجاربينكم على 30 و40 سنة نحنا كنا جزء القسم كتير مننا كان موجود بهاي الأحزاب واشتغلنا ونضلنا وأنا كان عندي مسؤولات إيادية ببعض هاي الأحزاب بس إخر شي بتوصل للمطرح خلص نحنا عم نشتغل لبلدنا منهم نلاقيهم هني عم نشتغلوا لكراسيهم كيف بدون ياخدوا حصة كبيرة بالوزارة وحصة كبيرة بالنياب طيب يا خي خيط حصة بس اشتغل للناس هني ما بدون يشتغلوا للناس هني بيتفاجأوا أنه ليش هيدا فلان هالقد مكروه سياسيا يا خيعة كتر منك عامل بالعالم إذا كانت الشعب اليوم عم بتصبك وأنا بحياتي مش سابق بمسبب بس المسبب قليلي فيهم يعني كمان ما ييجوا كمان يعملون أنه ليس ما بقى قدرة تتحمل أنه هني أخذ على خاطرهم لأنه الناس عم بتصبهم على الطريق ما القليل فيك لمسبب أنت عم بتزلهم كل يوم أنت عم بتبهدلهم كل يوم هاي الأهالي اللي عم تنزل اليوم توقف قدام المدارس والجامعات هالشباب هالأهالي يلي هي احترق دين اللي خلفها ما تويخزيني بالتعبير هي عم بتشتغل كل يوم لحتى تبقل قدامتها تجيب الليرة اليوم بتلاقي أنه مصرياتا سرقوا ومش قادرين لا يودوا مصريات لأولادهم لبرة ليدفعوا صوتهم شو ناطرين منهم شو ناطرين منهم بتشوفيها أنت برامج التنجيم مسيري كله تنجيم مع التلفزيونيات ووعود 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 كاذبة بتسمعت أنا حكي مصري في لبنان من كم يوم ما كانوا في شي سمعت في مساري هلأ شوية مساري صحيح صحيح بعدين بعدين سمعت سيد حسن نصر الله مبارح على الميادين كمان يعني نحن حيشين على كواكب مختلفة ما بيصير يعني يا سيد حسن اليوم أنت شعبك بلبنان أنت قادرت تشتغل على المستوى الإطليمي على رأسنا بس الشعب اللبناني عم بيموت من الجوع عم بينزل كل يام ما فيكن ادالكم بالخيارات ذاتها ما فيكن أنتو بس بدنا نحارب كل العرب وإخرشين إحنا اللبناني ما في عنا ولا مصدر تمويل لا داخلي ولا خارجي ولا بدكن تعملوا إصلاحات بالداخل وبتحمل فساد وبتحمل فاسدين كيف يعني ما أنت قلت يا سيد حسن أنه الفاسد هو مثل العميل كيف عم تتعطوا معهم كيف عم تشتغلوا معهم إذا أنتو مش فاسدين كيف عم تتعطوا مع الفاسدين إذا أنتو حامين الفساد لاش حامينه إذا في عندكم ناس عم تشتغل غلط لاش تركينا يعني نحنا ما فيكن تطلبوا منا نحنا كناس إخر شي أنه لا ما تجيبوا سيرت فلان ما تحكوا عنه فلان كذا الناس عم بتموت شو يعني أنه فيه الواحد يموت بنيران إسرائيلية وإذا مات بنيران صديقة معلاش يعنيه لا مش لازم الناس تموت لازم الناس بلبنان تعيش وقادرة أن تعيش والخيار خيارة برجع بقلهم لللبنانين نزلوا على الأرض خدوا حقكم نزلوا طالبوا أنتو نزلوا أنتو غيروا الموضوع أنتو فيكن تغيروا التغيير جوادكم مش رح يجي من بره لمن الأمريكان ولا من مبادرات فرنسية ولا من مبادرات عربية أنتو فيكن تغيروا نزلوا خدوا حقكم بيقيتكم أنا ما عم بقلهم نزلوا كسروا عم بقلهم نزلوا تظاهروا نزلوا خدوا مواقف نزلوا بتقلكم كل أهالي التلميزي ينزلوا على الأرض مبارح حتى شفنا أنه مبارح قدام الجامعة الأمريكانية مش كتير كان العدد كبير نسبة لعدد طلاب الجامعة الأمريكانية مثلا أو لعدد طلاب الجامعات الخاصة واسم كبير من السوار كان وين الأهالي وين كانوا الأهالي وين مش الأهالي مش عمينزلوا بالألاف بعشرات الألاف حتى يغيروا هون نحن قادرين نغير إذا نزلنا نحن على الأرض إذا نزلنا رفضنا إذا غيرنا هالطبقة السياسية إذا قلنا نحن ما بدنا هذا الموضوع يستمر بيكمل وهون مسؤولية مرات البرامج السياسية اللي قلت عندي كمان من أول مرة ما بدنا يا شباب بالبرامج السياسية بس 18 و 14 يجوا ينعوا ويخبرونا إدياش الوضع السيء نحن عنا حلول نحن حاضرين أنه نطرح هذه الحلول بالكهرباء وبالماء وبكل القصص ما فينا نحن نكمل بناس وصلونا للكوارس لحديثها ونرجع بنعطيهم بعض فرصة بدون يندلون يجربوا فينا 40-50 سنة بيجربوا فينا مرؤسة الحكومات رجعوا أكتر من مرة والوزراء رجعوا عشرات المرات وشو بالخارجين ما بقى عنا صديق بالطاقة ما عنا كهرباء وما عنا بنزين بكل شي بالاتصالات وضعنا كارثة بالصحة وضعنا كارثة شو نطرين وبعد هني ذاتهم بنرجع نسدهم هني ذاتهم بنرجع نعطيهم الفرصة لا انتوا لازم تعطوا فرصة لشباب جديد ولا بقول مستقلين يا خي مش مستقلين هاودي جماعة مواطنين شو يعني مستقلين انه كأنه مخترعين هيدا مواطن ونحن ما عمل انه بس جبلنا خبير تقني في مناضلين على الارض بكل المواضيع ان كان بالسياسة او بغير السياسة ولكن هني بدون يغيروا وما بيساووا وما بينشروا مش مزبوط انه كل الناس بتنشرها مش مزبوط انه كل الناس بده تاخد بس عادة تمشي مع زعيمة هيدا قصة المشي مع زعيم والواحد بعدين بيقلك وحكينا عنا كمان قصة متلازمة ستوك هولم يعني ستوك هولم سندروم انه سبنا مغرومين نحن الضحية مغرومة بالجلاد هيدا نحن قدرين نطلع منا قدرين نغيرها هيدا بده ارادة الشعب اللبناني للتغير ما رح تصير لها واحدة اللي بتقوله السيد سامير هالسرخة وبعرفك دايما هيك من قلبك ما بتعود هالنبض يعني بيبين فيك هيدا واضح لانه ما عنا حلول ما عنا إلا هالحل ونحن دايما بنسأل ما تنطر غيرك لياخد قرار ما تنطر غيرك لياخد مبادرة كل واحد منا فيه غير من نفسه فيه ياخد قرار فيه ينزل على الشارع فيه من موقعه يقدر كمان ياخد موقف الموقف يعني انا اللي عم شوفه او اللي لازم يمكن نوصله هو موقف واحد للشعب اللبناني ما بنقدر ناخده من ولا محل نحن بنعمله ما حدا حيعطينا ايه وبتعتقد انت بالأيام القليلة الجاية ما بعد العيد رح يكون فيه نوع من حركة منظمة لحس هذا الشعب او لتحفيزه او يمكن هو محفص خلقه بس يمكن لا حتى يحس حاله فعلا انه هو صاحب القرار انا بقلك انه عن مجموعات بالثورة ما بقدر احكي باسم الشعب اللبناني كله هيده مسؤولية الشعب اللبناني انا بقلك عن المجموعات اللي نحن بنشتغل فيها مثل اتحاط صحات الثورة نحن رح ننزل نحن رح نواجه نحن رح نصعد نحن ما رح نخليهم يرتاحوا طالما الشعب اللبناني مرتاح ما حدا يلومنا برجع بلهم لا 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 ما ناقص التهديد نحن الشعب اللبناني ما نمرتاح نحن جزء من هيدا الشعب نحن مش مرتاحين وكل الشعب اللبناني مش مرتاح نحن في حقوق للشعب اللبناني لازم توصل في حلول موجودة اذا هن بعضهم ناطرين انه تركونا بعد نجرب بخطة اقتصادية ما تتوصل لنتيجة او بدى 20-30 سنة تتزبط نحن ما رح نقبل وما رح نعطيهم فرص نحن وعدنا بعشية حكومة حسان دياب انه الحكومة رح تسقط قبل تشكيل الحكومة وعدناهم ان الحكومة رح تسقط وسقطت وهلأ بقلهم اذا مشوا بحكومة كمان الشعب مش راضي عنها وانا ما اني شايف انه رح تمشي بسهولة قصة الحكومة لانه بعدهم اسلوب المحاصصة زيته اسلوب الطائفية والمحاصصة الطائفية بعد وزيته واداش بيطلع لي حصة وكيف فين يعطل لك يعني تخيالي انه قبل ما يشكلوا الحكومة والبلد خربين عم بفكروا كيف بدون يعطلوها مين بيخد تلت معطل يعني بدل ما يفكروا يعني مين ام الصبي ما حدا ام الصبي كله مستعد هو انه يخرب البلد وبعدين بدونينا انه لا رجعوا سقفين لا نحن رح نصعد يعني ما رح نخليهم يرتاحوا ومشان هيك بقلهم انا بيقدروا يهددوا بالطريقة اللي بدونيها وطلقنا كتير منهم هؤلت تهديدات وما حدا لا خيفين ولا بدوا يتراجع ولا مستعد انه يتنازل عن حقوق اللبنائيين ما في شيء نخسره ما في شيء اللبنانيين يخسروا اليوم هن قادرين ونحن قادرين ورح نفرجيهم بانه رح نشتغل بمرحلة سريعة جدا على بعض الاهدف من بايداتهم الف وتاتش وأوجير وغيره حتى نحق مطالب اللبنانيين ومصلحة اللبنانيين ومصلحة المواطن اللبناني ما بدنا شيء لأنه ما عم نطالب نحن اشياء مستحيلة عم نطالب باشياء ممكنة هون نحن هلأ رايحين على سينة كمان رح نبدأ نشتغل على الأسرس الانتخابات النيابية عم نطالب بالاشياء الممكنة ما عم نطالب بالاشياء المستحيلة الاشياء الممكنة هي بين ايدينا قادرين النفذها ليش بعضنا نطرين إذا بايدن ساعة إذا المفوضات الإيرانية التثبط مع الأمريكان. شو يعني التثبط مع؟ شو ناطرين يعني؟ ناطرين أنه إذا إيران اتفقت مع أمريكا يسلموا اللبنان لإيران وساعتها خلص بنوقف شغل نحن أو كذا. أو أنه ناطرين أنه إيران تيكلها شي ضربة. ونحن لا عم نتفكروا بهذه الطريقة. قادرين نفكر نحن بالداخل اللبناني. قادرين نغير بالداخل اللبناني. ليش نحن حدا يقلنا ليش لحد يتهلأ إذا كلهم مازالون أصحاب كلهم مع نظام السوري؟ ليش لحد يتهلأ إنوا اللاجئين السوريين لم يرجعوا على بلادهم؟ بكل بساطة يرجعوا بكرامتهم. بدنا يهم نحن بكرامتهم عنا وببدنا يهم بكرامتهم ب بلادهم. بس ليش لحد repeat هلأ ما تأملون رجع لبلدهم بكرامتهم؟ لا. لا نفهم نحن أحدا يفسرنا إذا كان الرئيس أصحاب هو مع الرئيس السوري. وسيد حسن أصحاب مع الرئيس السوري. واسم كبير من اللبنانيين من المسؤولين اللبنانيين أصحاب مع الرئيس السوري لماذا لحد يتهلق ما تنظمت راجعات السوريين على بلادهم بكرامتهم يرجعوا بكرامتهم معززين مكرمين لماذا بدون يدلون عندنا عبق على الاتصاد اللبناني لا الاتصاد اللبناني قدر يحملونه وصار في قصة من اللبنانيين لماذا قدر يتحمل لماذا نحن ندفع هذه الفواتير كلها وقت اللي نحن قدرين نخلص منها نحن إذا قلنا وأنا بقول للأسف يعني صرت متخوف بعض الأشياء هون رح أعمل شوي تنجيم صرت متخوف أنا أنه لصى محل مطار بيروت يصير على شيء لأنه نضرب البور بعد شوفي عندك شيء كبير المطار صرنا متخوفين أنه شيء كم مخزن زخيرة يصير شيء لصى محل اعتداء إسرائيلي يأزينا أوكي فينا نواجه هنا بسلاح بس أنه نحن بيكون أكلناها يعني أنه كل هيد القصص يلي نحن جاي علينا إذا صار يلي أنا عم سميه أنه مش رافع دعم بس إذا صار هالرفع الدعم اللي هني عم يحكوا عنه وين بتصير الناس كمان أول على آخر المصريات خلصوا يعني شو بعد نطرنا وفي حلول وقت اللي بدهم منعطيهم سرية حلول رح نبالش نحكي فيها لازم نحكي بهذه الحلول شكرا لك الناشط والصحافة سمير سكاف على هاللقاء وعلى هالنبط شكرا